أفضل لاعب ظهر في جولة أمبارح من وجهة نظركم وأفضل مدير فني في جولة أمبارح خالد أفضل مدير فني بقطعاً كلاب بروج المدرب بتاع كلاب بروج إنه يقدر يكسب بورتو 4-0 في أرض بورتو ده قطعاً أفضل ده أفضل مفاجأة أمبارح بالزبط فأنا يعني هأعيد النتيجة الكبيرة دي للمدرب بتاعهم بالزبط كده أفضل لاعب والله ما تقدرش تحكمها لأنه عندك تيغو الكانتارا عندك دي لجتا تف turbo معك تماماً ترك أنتارا رجوعه فرق كبير جداً جداً مع لفربول وكذا كان واضحاً برح فأنا بالنسبة لي تيغو الكانتارا وتأثيره الكبير على لفربول وتأثيره على وسط ملعب لفربول فهو كان نجم اليوم مش نقول الجولة لأني فيه وبرات النهر ده وفي هلندوبيلعة ممكن يكون نجم الجولة نحجزها لهم دلوقتي لكن تيغو الكانتارا وكان نجم اليوم بالنسبة لي ثانيه بالنسبة لكم في البايرن لا لعب كويس بس ما كانش اللي هو اللي باين أو يبصق هو الأهداف لو اتفرجنا على الليجوان هنلاقي أنه الأهداف أخطاء مباشرة من مدافعين الخطأ الأول من ماركوس ألانسو في رقابة لوكس هرناندز في راكلة روكنيال التي تلعبت الخطأ أو الهدف الثاني هي خطأ مشترك ما بين خط النص وخط الدفاع خط النص في عدم الضغط على حامل الكورة وخط الدفاع في تمركز مش طبيعي فتحين مساحة في النص كأنه بيقول لرئيس ثاني اتفضل خشب بس الجول بس اللي بكلم عليه أنا بكلم على العداء الثاني في مقشن بياه هو جريء العيب جريء وعنده دايما الهتة بتاعت أنه لما بيلاقي مساحة موجودة ما بين المدافعين دايما بينقضل فيه لكن انت لو رجعت لتغيير الثاني لما خرق هو انفعل جدا وألقى الزجاجة اللي كانت موجودة على الأرض حتى الجماهير استغربت وبيسألوا بعد المباراة انت الزجاجة دي معطرد عن انت استوبدلت وانت كنت لسه مسجل هدف واحد من نجوم المباراة قال لهم لا انا مش نجم المباراة انا كنت معطرد على العداء لان انا مكنش عاجب عاجب من مستويه رغم ان هو نجم المباراة بالنسبة لي او نجم باير ميونيخ في المباراة انا ما شفتوش نجم المباراة دي الحاجة الوحيدة اول مرة اختلف معاك في الحلقة النهاردة لا انا شفتوش صراحة فرق هجوميا جوشوا كيمتش على العيب جوشوا كيمتش يا جماعة فيه لعيبة كده في الباين مثل ايها جانب دائيد تحسي في ليب لام هو اللي بيلعب يجي ما تحسش به بعد اكتشف وطاني كروس برضه في الباين في الاول كده يعني اول مراحل ريال يعني لعيب عادي يا جماعة بس ريال مادريد لكن مع ريال خلينا نشير شافي الانسو كيفين دي بروين كل اللعيبة دي هي فعلا اللي بتيجي شوية شوية نشيد بنصير مزراوي اللعيب المغربي نزل بفارد صاحب في الشوحة الاول في بداية المباراة نزل نصير مزراوي طبعا متدار للنار مباراة كبيرة كان نجم المباراة كان واحد من نجوم المباراة في الجانب الايمن هو ظاهر ايمن بس ما فيش مين افضل موديل فني من وجهة نظر الجولة بس خليني خليني اخد الاجابة بتاعت السؤال ده